بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها المشاهدون والمشاهدات إن خير ما أوصي نفسي وأوصيكم به هو المحافظة على ما اغتنمتموه من خيرات وما فزتم به من رحمات ومن حسنات ومن عطاءات ربانية خلال هذا الشهر الأبرك فالله تعالى يحب العبد المداوم على العمل الذي يستمر في فعل الطاعات وفي فعل القربات ولذلك يجب علينا أن نحرص على أن نصونا وأن نحافظ على ما كسبناه من الحسنات وما كسبناه من الخيرات فرمضان كله خيرات كله نفحات كله إشراقات كله بركات والله تعالى قد وفقنا فيه فقرأنا فيه القرآن وذكرنا الله وهللناه وسبحناه وقمنا بما استطعنا من قيام الليل وتصدقنا بما يسر الله تعالى لنا وقمنا بكثير من الأعمال الصالحات وهي كلها أعمال لنا فيها أجر ولنا فيها تواب عند ربنا سبحانه جل وعلا ولذلك لا ينبغي أن تضيع بالعودة إلى أشياء لا ترضي الله وإلى أشياء لا يحمدها الله لنا إن على المؤمن أن يستمر في طريق الخير وفي طريق البر والإحسان فأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل فلنتق الله جل وعلا ولنواصل المسير نحو ربنا جل وعلا حتى نحظى برضاه ونكون من الفائزين يوم العرض على الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم آمين والحمد لله رب العالمين وتابعنا في شهر الخير ورمضان كريم أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني ترجمة نانسي قنقر